وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الإعلامي بعملية بركان الغضب السيد عمران الشتيوي سيد عمران أهلا بك في نشرة الحديثة عشر أهلا وسهلا بكم جميعا وبكل المشاهدين نعم سيد عمران بداية ما تعليقك على موافقة المجلس الرئاسي لهذه الهدنة وهل سيكون لها تأثير على الوضع العسكري طبعا الوضع في المجلس الرئاسي على هذه الهدنة التي تعطي لها بعثة الدماء المتحدة في ليبيا هي أولا قصد منها الجانب الإنساني في هذه الأيام المباركة أيضا بهدف جعل الكنب في ملعب الطرف الآخر إذا ملتزم بهذه الهدنة وفقا للشروط الأربع التي ذكرها المجلس الرئاسي كان بها وإن لم يتزم سيكون المجلس الرئاسي وقوة بركان الغضب في خل من هذه الهدنة كذلك هو بهدف إحراج حفتر ومليشياته بنعني أننا نحن وفقنا على هذه الهدنة الإنسانية في هذه الأيام فماذا ننتظر من الطرف الآخر خصوصا أن كثير من النشطاء التابعين لحفتر ومليشياته فيتحدثون على موقع التواصل الاجتماعي بأنهم يرفضون هذه الهدنة نعم لم ينظر أي بيان رسمي منهم لكن هناك تلميحات أو إشارات بأنهم غير وافقين في حال ما وافقت الطرف الآخر على هذه الهدنة والتزم بالشروط التي ذكرها بإن المجلس الرئاسي ستكون هذه الهدنة سارية المطعوب لكن إلى حد الآن لم نسمع من الطرف الآخر أي شيء فمبادرة المجلس الرئاسي بها الكثير مما يحسب لهم لأنهم ردوا على باوة باوة الأمم المتحدة بشأن هذه الهدنة الإنسانية خلال هذه الهدنة نعم هل بدأت هناك أي إجراءات في بداية هذه الهدنة؟ نعم طبعا الهدنة اجتملت على عدة ضواطف نعم يعني في كثم مناطق الاجتماعي حيث توقف تماما بمتها الرماية التي تحدث من ميليشيات حصر ونوقف الآخر على كواس فلكان الغضب نعم أيضا نشاط الطيران والطيران للتطلاع أيضا ليس الفلعات الفلدانية فقط أيضا فلعات الفطرع وأيضا عدم استقبال هذه الهدنة لتحرك أي أرسال أو انطياب لأي تحشيدهم طبعا يعلمون بأن الصرف الآخر من خلال خبرة صارق أيام حيث الفطر المفارس لم تركز من الشيء حصر بالهدنة التي اخترحتها بعثة الأمم المتحدة المجلس الرئاسي يعتقد أيضا بأنهم لم ينتزل أيضا بهذه الهدنة في أيام حيث الأرض فالدعات أيضا أو المجلس الرئاسي بيانه دعا بأن تتولد باعتنومية للدعام في ضمان تنفيذ التطاق الهدنة ومراقبة أي خروقات بمعنى أنه في حال حدث أو حدثت أي خروقات من الشيء حصر فإن القوات الغضب ستكون في حل من هذه الشروط ومن هذه الغضب نعم الإعلامي بعملية بركان الغضب السيد عضلانش تيوي كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك